اهلا بكم من جديد فازت المملكة بتمديد عضويتها في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية التصويت التي عقدتها الجمعية العامة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتصويت على انتخاب 14 عضوا في مجلس حقوق الانسان لخلافة الأعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم في 31 ديسمبر 2016 وبعد جغل التصويت السري رفع رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون الجلسة لفرز الأصوات قبل أن يعلن النتيجة وتمتد العضوية في مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها لفترة واحدة إضافية للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث أستاذ ناصر القرعوي حياك الله حياك الله أكثر بداية تعليقك على هذا الخبر ما الذي يعني تمديد عضوية المملكة في مجلس حقوق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم كان الانتخاب السري في صالح المملكة بتصويت 152 دولة دون أن يكون هناك ضغط أو تأثير خارجي عليه ولكن عبارة عن قناعات ومسارات داخل الأمم المتحدة لدور المملكة العربية السعودية فيما يتعلق في السنوات الأخيرة بمحاولة تصحيح الأوضاع في المنظومة الدولية لأن هناك رؤية سعودية لإصلاح بيت الأمم المتحدة في التاسع عشر من أكتوبر في 2013 رفضت المملكة دعوتها أو عضويتها لمجلس الأمن لعدم رضا المملكة عن أداء المجلس وما يسير من تتبع لقضايا تمثل عالم العربي والإسلامي وهذا الدورة وهذا الموقف السعودي هو الذي جعل 152 دولة في الآونة الأخيرة تنظر إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي يمكن أن تتبوأ دعوة الأمم المتحدة إلى إصلاح بيت الأمم المتحدة سواء الجمعية العمومية أو مجلس الأمن فبالتالي تجديد العضوية لها هو تأكيد لدور المملكة الإنساني وليس فقط على المستوى الداخلي فيما يتعلق بالتشريعات لأننا أيضا نؤمن ونثق بأن المملكة العربية السعودية هي تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى المنهج الإسلامي هو شريعتنا وهو الذي يضمن حقوق كافة الأطراف ولو لم يكن هذا الأمر واضح وصريح لما كان لدينا في المملكة من المواسم فيما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة ليس هناك من قضايا تمس هذا المسار السنوي بمعدل 8 إلى 10 ملايين سنويا في الحج والعمرة بالإضافة إلى 11.5 مليون عامل في المملكة العربية السعودية من 117 دولة لم تقوم في تاريخ المملكة أي منظمات دولية أو حتى حقوقية تتعلق بمثل هذه الحقوق للعامل أو المستقدم إلى المملكة بل بالعكس كل ما يحصل في هذا الأمر هو تأكيد وتزكية لدور المملكة ولذلك جاء التجديد لها للمرة الرابعة هو اعتبار شهدها الدولية بمسار الدولة نحو إصلاح الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن هذا يعزج ما تقوم بها من إصلاحات في الدولة في الفترة الأخيرة تصاعدت أبواق لأن نسميها صوات أبواق تحاول تشوي صورة المملكة بأنها تنتهك حقوق الإنسان ويستخدمون ملف اليمن دائماً وإلوحهم بملف اليمن وما يتعلق بحرب المملكة مع قوات التحالف ضد من سلب الشرعية في اليمن الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع أليس انتخاب المملكة من جديد رداً يعني قاسياً وقاسماً لمثل هؤلاء سلوك المملكة لم يعرف تاريخياً أنها وقفت في مثل هذه المواقف الحرجة أو المسارة الدولية أو حتى سوء الظن ولكن هذه الأصوات نعرف أنها وراءها من وراءها؟ وراءها دول ومنظمات وأيضاً تكتلات ذات مصالح وذات أجندة يعني معادية لمن قرارة السعودية فيما يتعلق بالملف اليمن لننظر إلى ثلاث حالات مؤخراً أولاً كان هناك تقرير من الأمم المتحدة وأيد بان كيمون بما يتعلق بحادثة معينة وقعت في اليمن ثم تراجع والتراجع هنا ليس تراجع الأمين العام ولكن تراجع الأمم المتحدة لأنها وجدت أنها ظللت بتقارير غير صحيحة من خلال الحوثيين أو من خلال علي عبدالله صالح أو بعض الجهات التي اعتمدت أو ارتكنت إليها في هذا الأمر الأمر الآخر لننظر إلى المملكة العامة السعودية هل الحوثيون ونظام علي عبدالله صالح هل هم يسيرون في المسار الصحيح حينما يطلقون صواريخهم إلى أقدس بقاع الأرض إلى مكة المكرمة هل هذا هو مسار صحيح هل هذا ينبئ أن المملكة العربية السعودية بقيادة للتحالف أنها هي من تطلق مثل هذه الصواريخ لم تطلق المملكة العربية السعودية للصواريخ وتستطيع أن تطلق أكثر من ذلك ولكنها حفاظا على وإلا لما استمرت الحرب هذه الفترة كان بالإمكان حسمها في أيام وربما إذا تجاوز الأمر إلى أسابيع ولكن المملكة العربية السعودية هي تنظر إلى استقرار اليمن بالإضافة إلى ما يفعله مركز الملك سلمان الإغاثي الذي يعتبر أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في مساعدة الدول المنكوبة مثل ما يتعلق باللاجئين السوريين ما يتعلق أيضا بالدول العربية والإسلامية حتى أيضا الدول الخارجية المملكة لا تبحث عن هذا الأمر لمجرد المزايدات ولا المظاهرات ولا أيضا التسويق السياسي أو الإعلامي هي تذهب إلى أخلاقياتها لأنها هي من تقود هذا التوجه الإسلامي سنصر تعليقك كذلك بشقة آخر نتكلم عن صورة من يحاول تشكوية صورة المملكة خارجيا ونحن نعرف أن المملكة من أكثر الداعمين يعني للمجالات الإنسانية حول العالم بأرقام ربما تحدث عنها سمو ولي العهد في زيارة الأخيرة للأمم المتحدة وتحدث بها عن جهود المملكة ومركز الملك سلمان لغاثة وغيرها من الجهود التي بالأرقام تتحدث خلينا أتكلم عن ما يتعلق بمحاولات الإعلام الغربي تشويه سمعة المملكة وبأنها لا تعطي الإنسان حقه ملف دائما ما يتمسكون بملف المرأة وحقوق المرأة وأن المرأة تعاني من اضطهاد من تعنيف من سلب لحقوقها لدينا كيف ترى هذه الزاوية؟ تحليلاً للموقف الدولي ومن خلال تقصي حقائق هذا التوجه الدولي من منابعه الأساسية حينما لجعوا إلى ملف المرأة في المملكة العربية السعودية لأنهم يعرفون أن المرأة بالنسبة لنا وضعها حساس جداً لكرامتها ولحقوقها ولأيضاً حضورها في المجتمع المجتمع الإسلامي أو الدين الإسلامي أعطى للمرأة حقوقها والمرأة في المملكة تحظى بما يحظى به الرجل وتحظى بكامل حقوقها سواء في التعليم في الصحة في العمل في كافة أنحاء الحياة ولكن التحفظ الإيجابي لمسار المرأة لألا تنزلق كما انزلقت المرأة في الغرب كلما انزلقت المرأة في دول أخرى حينما وجدت المرأة نفسها سلعة نحن نرفض مثل هذا الأمر ودين الإسلامي وعقيدتنا تمنع بالإضافة إلى قيمنا الاجتماعية وأيضاً الحفاظ على المرأة لأنها روح المجتمع فبالتالي هم يبحثون عن أي مخرج لنواياهم وحينما يبحث ملف المرأة كم لهم وهم يبحثون في هذا الأمر لكنهم لم يصلون إلى ما يمكن أن يقنع الغرب ولا يقنع حتى أيضاً أنفسهم فما بالك بنا ونحن أمهاتنا وزوجاتنا وشبيكاتنا وبناتنا ومجتمعنا قائم على العدالة فيما يتعلق بحمايتها وحفظها وكرامتها نحن لا نسمع أن المرأة متهنت في المملكة رعبة السعودية ولم نسمع أن هناك سوق للمرأة و سوق كما هو موجود في بعض الدول فيما هو موجود في بعض الأمم الآن أعلى منصب في العالم المعاصر الرئاسة الأمريكية الآن المزايدة على وضع المرأة وعلى امتهانها حينما يكون أحد المرشحين متهم بتجاوز مثل هذه الأخلاقيات نحن في المملكة رعبة السعودية ننأى أن نكون طرف ولا أيضاً نسمح أن تكون المرأة في يوم والأيام طرفاً في مثل هذا الحضار طيب أخيراً نريد أن أسألك عن الدور التي تقوم بهيئة حقوق الإنسان ومؤسس المجتمع المدني الأخرى التي جمعية حقوق الإنسان في ترسية الثقافة الحقوقية عندنا في المجتمع في دعم أن يكفل كل إنسان حقه أن تكون هي قناة لمن يشعر بتظلم بسلب حق أي إن كان كيف تشوف هذه الأدوار المملكة العربية السعودية تشريعاتها تنبثق من الشريعة الإسلامية وحينما أوجد جهاز معني بقرار حكومي وبنظام وتشريع رسمي فيما يتعلق وهي الجمعية جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان جهاز حكومي ولكن المملكة العربية السعودية أو الحكومة أعطت فرصة أيضاً للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات خدمة المجتمع ومؤسسات رعاية المجتمع حتى أيضاً أوجدت نظام للسماح بمثل هذا فلذلك نجد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي جمعية أهلية بعيدة عن توجيه الدولة وبعيدة عن أيضاً منعها من مباشرة مهامها تعمل أكثر من هيئة حقوق الإنسان الحكومية فبالتالي أعطت الدولة فرصة للمواطن أنه هو من يقيس مدى حصول المرأة أو حصول الإنسان على كامل مستحقاتها ولذلك نسمع في الكثير يومياً أن هناك بعض القضايا تتصدى لها مثل هذه المنصات الحكومية والأهلية ولكن ليست على مستوى الظاهرة ولا أيضاً على مستوى العدد الكبير أو من ما يخاف منه أو ما تحاول المنظمات والهيئات الدولية أن تجد في ثقرة على المملكة عبد السعيد بس المفترض أن يكون عندهم ظهور طلعوا لنا كم عدد القضايا اللي أنتم تبنتوها يا الجمعية ولا يا الهيئة ألمونه وشين جزاتكم فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان يعني ليش حضرهم الإعلامي خافت ضعيف يعني ليس بذاك المأمول أنا تحدثت مع بعض من أعضائه وحتى أيضاً مع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور القحطاني ووجدت منه أنه ليس لدينا رغبة في إعطاء الصورة الإعلامية يعني مخالف لمبدأ عملهم أن عملهم عمل اجتماعي وعمل تطوعي وفي نفس الوقت عمل حقوقي فبالتالي هو يحفاظاً على صورة المجتمع وعلى حقوق المجتمع لأن هناك الكثير من أصحاب هذه القضايا لا يرغبون لا يطلع القضايا يعلمناً ما سويته يعني يعلمناً ما سويته تمام من إنجاز من ملفات يعني تتعلق بحقوق الإنسان نبغى الشفافية هذه تكون موجودة لا عندهم ولا عند هيئة حقوق الإنسان بعد أنا أتصور أن هذا تقصير وارد ولكن ليس بمعنى أن هذا الأمر أنه لعدم وجود نفاذ لكثير من أعمالهم ولا أيضاً حققوا حققوا الكثير والكثير ولكن لننظر ونعطيهم عذرهم لأنهم أيضاً ليسوا جهاز إعلام هو جهاز توعي وتثقيف وفي نفس الوقت أيضاً تصدي لبعض الظاهرات مثل ما حصل في سنوات مضت تصدوا لتعنيف الأطفال وتعنيف المرأة وتعنيف الأسر أو حتى تعنيف الأبناء وحتى أيضاً بعض التجاوزات وأوجدوا حلول كثيرة ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التوجه إيجابي في السنوات القادمة حينما يكون أيضاً لديها حضور أكثر شكراً لك سيد ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث يطيك العافية شكراً جزيلاً شكراً لكم مشاهدين كرام لمتابعتكم بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى يا هل الليلة مع الزميل يحيى الأمير والنقاش سيكون حول رموز العالم الإسلامي وتعبيرهم عن غضبهم من السيداء في إيران للكعبة عبر الميليشيات الحوثية شكراً لكم